مرحبا مواليات برش الثور معكم كارمي الشمس هيدا الجيديو ايضا تقدروا تسمعوا اذا انتو طلعكن برش الثور سنة الالفين وواحد وعشرين كيف بدا تكون هي سنة بالنسبة لالكن سنة جيدة سنة حلوة سنة ما رحقول شبيهة بالالفين وعشرين لانه سنة الالفين وعشرين سنة صعبة كانت على كيل الابراج وين ما كنتوا بالعالم سنة ما حققت طموحات الناس ما حققت طموحات العالم سنة الواحدة وعشرين ان شاء الله بتكون افضل وهناك بالنسبة لالكن مواليد برش الثور الكثير من الايجابيات اللي بتنطركن بسنة الواحد وعشرين طبعا انا بهذا الفيديو اللي هو من عشر دقايي اللاف من عشر دقايي رح اعطي صورة عامة لكن بتطمن البال التفاصيل رح اتيكن ايها كل شهر بشهره بسنة الالفين وواحد وعشرين كوكب اورانيوس بعده معكن بعده ببرشكن من سنة الالفين واثمانتعاش بعده ببرشكن وعم بيتقدم شوي شوي تقريبا كل عشرية بياخد يمكن سنتين تقريبا وحتى يقطع بسنة الالفين وخمسة وعشرين من برشكن اذا بسنة الالفين وواحد وعشرين كوكب اورانيوس بعده عم يتنقل ببرشكن عنده تأثيرات بالنسبة لقلكن فيها تكون نخدم من ناحية اليجابية وفيها تكون نوعا ما ضغط عليكن كوكب اورانيوس ببرشكن بسنة الواحد وعشرين تحمل او يحمل هذا الموقع المزيد من الحاجة الى التغيير ضروري موالي بوش الثور الدخل في حياتكن تغيير معروف موالي بوش الثور ان هني اشخاص نوعا ما ما بيحبوها التغيير لكن بسنة الالفين وواحد وعشرين ووجود اورانيوس في ببرشكن عم بيقلكن لازم تغيروا شو اللي لازم تغيروا لازم تغيروا امور مش نافعة معكن امور انتو متكمشين فيها يمكن امور تعلمتوها من انتو صغار يمكن العيلة يمكن الثقافي يمكن امور انتو عم بتحاولوا انتو تحققوها وتغيروها وانتو قادرين بسنة الالفين وواحد وعشرين انتو تغيروها وتوصلو لها بطريقة زكية بطريقة أوريجينال بطريقة مختلفة رح بتغير عنكن الظروف بسنة 2021 الكثير من المبادئ ورح تتفاجأوا أنه أنتوا عم تدرسوا شغلة معينة رح تتفاجأوا أنه أنتوا ما بقبتون تدرسوا هالخيار المعين أنتوا عم تشتغلوا باختصاص معين رح يتغير هذا الاختصاص أنتوا قاعدين مستقرين في مكان بتعتبروا أنه خي هيدا مكان آمن رح بيكون في تحرر من الضغوط فيها تكون ضغوطات متنوعة فيها ضغوطات اجتماعية تتحرروا منها وتبحثون سوف تبحثون عن يمكن مواقع اجتماعية مختلفة يمكن تكون مواقع العلاقة بوطن معين رح تنقلوا عليه رح تغيروا في تغيرات جذرية بانتظاركم وذلك للتحرر بهدف التحرر بسنة 2021 من الكثير من الملوثات الفكرية والنفسية زحل وجوبيتر موجودين المشترين موجودين في برش الدلو هاو دول الكوكبين وخاصة كوكب زحل رح يحملوا رح بتحسوا أنه حامل قيود عليكن بسنة 2021 هالقيود يمكن شوي أكتر من سنة 2020 لأنه صار عم بيشكل مربع مع برشكن لكن رح بيركز رح بيكون فيه تركيز كتير مهم ورح أذكر على مين التركيز بشكل خاص نوعا ما على بعض المواليد رح بيكون فيه تركيز على ادخال جهة مبدعة خلاقة وبناءة بشغلكم بحياتكم ببيتكم بحياتكم العملية رح تتفاجأوا كيف أنتو رح تدخلوا ع باب الفن من باب تاني من باب تاني باب الإبداع بتدخلوا له نكهة جديدة يمكن يكون فيه دراسة لمهارة جديدة رح تتعلموها فيها تكون مهارة فنية فيها تكون مهارة يمكن منزلية فيها تكون علاقة بالفن بحد ذاته مثل الدكور مثل الرسم مثل أي نوع من الفن التمثيل والغناء وما غيره ويمكن يكون بشغلكم رح يدخل على شغلكم أسلوب مختلف تماما هيدا سحل عم بيشتغل وهيدا جوبيتار عم بيشتغل السفر فيكون من نصيبكم الطرقية أكيد من نصيبكم لأنه المشتري فيه على نقطة عنكم دائرة الفلكية رح بيدق بابكم ورح يحمل لكم فرصة ثمينة جدا فرصة ثمينة جدا لحتى توصلوا إلى مرحلة أعلى موقع أعلى يلي ما عم بيشتغل بيلاقي شغل فرجاءا بلشوا عبكير تبحثوا في أماكن منفتحة بتقدم فرص وقالله بضيعوا لكم الفرصة قطار الحظ عم بيتقدم عنكم عم بيتقدم عنكم وعم بيفسح لكم في المجال يأما للدراسة يأما للطرقية يأما لتسلم موقع كتير أمهم كتير أمهم تقريبا جميع موالي برش الثور عندهم بانتظارهم بسنة 2021 أبواب مفتوحة على النجاح السبب هو كوكب المشتري كوكب المشتري سوف يقدم لكم مجالات كتير أمهمة كتير كبيرة وكتير رائعة يمكن تكون أحلى من الوحدة من سنة العشرين يلي أصلا كان صعبي على كل الأبراج بشعب لكم ويمكن تكون حتى مثلة إذا أنتم انتبهتوا لشغلكون ولأدائكم يلي بيشتغل يلي بيحضر حاله سنة 2021 هي سنة تقدم طرقية من 12 سنة من تقريبا 12 سنة يمكن وصلته إلى هذه الطرقية أو إلى هذا التقدم أو إلى هذا الموقع سنة كتير مهمة متى تركوها تمرق مرور الكرام هيدا السنة يمكن يكون فيها مسؤوليات العلاقة بأحد الوالدين فيها موقع كتير كبير مهني أو اجتماعي فرجاء نكونوا على قد المسؤولية كوكب بلوتو عم بيساعدكم بعده من برج الجدي ورح يعطي الكثير من الحصوص الحلوة لمواليد أليلة منكم لكن رح بتساعد هذه المواليد بقوي مش بس شوي وهي تحديداً فيها تكون مواليد 15-17 أيار مايو في عندها مفاجآت سارة خلال هذه السنة في عندنا بسنة 2021 تأثيرات من كسوف الشمس في كسوفين للشمس أنتو بتتأثروا فيهم بطريقة غير مباشرة المحور هو محور المال المال الاستثمارات كل الوظائف الإدارية الاستثمارية اللي عندكم إياها المصرفية بتكون تنتبهوا له المصاريف بسنة 2021 بتكون مدروسة وبشكل كتير دقيق وبروفيشنل بتكون تنتبهوا يلي عنده مشاكل مصرفية بقدر يشتغل عليها كوكب المشتري هو يلي هيفتح نافذة على الحظ لحتى تحلوها كوكب أورانيوس على مين بيأثر بسنة 2021 ولازم تنتبهوا هي مواليد 26 نيسان أبريل لستة أيار مايو بشكل خاص مواليد 26 نيسان أبريل ل30 نيسان أبريل هيدا المواليد يلي باب التغيير عم بيدق بابها وعم يطلب مننا أنه رجاءا كونوا مرنين في التعاطي مع الظروف لأنه الظروف رح تطلب منكم مثل ما سكرت بالبداية الضرورة إلى التغيير ويمكن التغيير يدق بابكم فجأة من دون ما تلحقوا تكونوا لحقتوا وخلصتوا تدبيرات أو حطيتوا مخططات لحتى تغيروا إذن جميع مواليد بوش الثور بانتظارهم تغيير كتير كبير ورح بيكون تغيير كتير حلو وكتير مهم وبيخدكن إلى ارتفاع وتقدم رائع جدا مواليدة اللي هلأ ذكرتها بتقع تحت تأثيرات أورانيوز رجاءا انتبهوا أكتر من غيركن جربوا أنتوا تغيروا إذا في شيء معاجبكن بيشغلكم بعملكم جربوا تشوفوا طريقة لتحسنوا هالشعور وما يكون شعور سلبي مبدعين ناشحين في باب إذن للتقدم وهناك باب إلى يمكن حتى لحتى تغيروا بشكلكن وبيطلتكن لأنه سحل موجود بيت العاشر بشعب ذكركم ضروري تنتبهوا إلى موقعكن لأستقراركن العائلة وأستقراركن المهني المجازة في رجاء نخلوها على جنب كوكب سحل معقول يضيف نكهة شوي متعبة بسبب ضغوط إضافية بالشغلكم مش بالضرورة يكون سلبي لكن الضغوط تطلب منكن أداء أفضل شغل أكتر تركيز أكتر اهتمام أكتر إذا كنتم من مواليد نيسان أبريل واحد لاثنين أيار مع يوم بالأبراج الشهرية بعطيكم كل شهر بشهر وكيف بدأت تكون الشهر وبالتالي عنكم صار فرصة أو صورة كيف بدأت تكون سنة 2021 سنة حلوة ممتازة تتقدموا فيها بدأت مني لكم سنة مباركة سنة جيدة ناشحة حلوة وبألف سلامة شكرا لكم إلى اللقاء باي باي